اشتركوا في القناة 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 هو صاحب المشروع لما كيفوز بالغانيمة بهذا المعنى هذا واش كيوصل الرسالة الموالية هنا فين غندوا على الموسيقين اللي أنا كن ناضل من أجلهم راكين بجموعة دي الإخوان الموسيقيين اللي كنت تعطاهم مبالغ هزيلة ولكن بحكم التلاعبات كيولي مسكين كيمضيع العقد والعقد ما ديرش فيه المبلغ المتافق عليه خاوي وهو مسيني على جوجد ريال ولكن معارش راسو بأن هذا العقد اللي غادي تحط فيه واحد الرقم لا علاقة لو بدك شي اللي يخده فأنا كن صح كل من هو موسيقي يقلب على هذا العقد اللي غادي سينيه ويكون هذا العقد ممضى من طرفين ما شعطي عاقدي يقول لي أنت سيني ليه هنا يوم معارش راسو تشحل التمن اللي محطوط ويزيدها من الفوق يقول لي ويسير غير سيني أنت البلاسة ذيالك كطرف تاني ودياله هو ما كي سينيه هاش تا كي سينيه في شي مقاطعة أخرى ولو شي جامعة أخرى هذيرا تلاعبات فحذار يا الخوت هالموسيقيين أنا كنقوله وكنعودها أنت بهو الريوسكم في تلاعبات رابدو كيدخلوا على هاد الباب ديان نحن ناس ما شاء الله مجتهدين في الحيال وفي النصب وفي كذا وكذا وكذا أقول هذا بصراحة وأحب من أحب كريم من كري كينين بزاف ولكن قالك لا يعضره آه قالك لا يعضره إنسان وجهلاه القانون لما كيكون هو سينيه عقدي ومسيني الطرف التاني ومسينيش الطرف الأول مني كان مشي القاضاء كيفاش غاديش تدينتها واحد العقد كنت تلقى ومسيني فيه طرف واحد ولقال لي من الله مسيني فيه الطرف التاني سير قلبنا على هاد الجامعة كينين هاد العداد وكينين مطربات اللي غنوا غنوا من سنوات وما كانوش كيتقاضوا المباليغ ديالهم تحت داريعة أنو كيقولوا ما أحسب هذه الأغنية راها ديالك راها ديالك بهادي ولا كي رخصت تقاضى واحد المبلغ وكينين أشياء اللي إحنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى عالجناها بعدما كان بنها دون هذي تورط وكين عبدو ربي نيس آنة دابا حاليا في واحد اللي ما إحنا من هذي النوع هذا أنني قمت بواحد اتفاقية اتفاقية مع أحد المطربين واللي غير يجي الوقت إن شاء الله وغادي نبوح إلا ما بغاش تقاضي هذي المسألة هذي غادي نبوح بهذا الاسم وما عندي إلا شي غنخاف واقع هذا هي كنا درنا نوياها اتفاق على أنني غادي نقوم له بواحد توزيع وهد شي حسب ما ينص عليه القانون ديال الوزارة وفي آخر المطاف مشاه هوك يقول بأنه هكذا بطريقة أو بأخرى كي يقول لهم بأن هذه الشركة ما تفاهمش معهم وراني دابا غيرت درت شركة أخرى في حين نرى ما عندي تشي مشكل ما نهائين ودلاب واحد شركة أخرى لما عندها تعالق بهذا الاتفاق اللي درنا نحنا في اللول ولحد الآن ما زال ما توصلش بالمستحقات ديالي وبهذا الشي هذا راه كانوا دوي وكان دوي في المباشر دابا راه كي يسمعوني مجموعة كبيرة من ناس اللي عانوا نفس المشكل ولكن يخيموا عليهم الخوف والناسين بأن الله هو من يرزق ناسين هاد المسألة هذي فأنا اللي كان نقول هالفنانين هاصحاب المشاريع خدموا بضاميركم هذيك الرسالة ركت تعتبر أمانة منك تاخد ذاك المبلغ المتفق عليه هذيك ستين في المية ستين في المية اللي كانت تعطيك الوزارة هذيك رأمانة في رقبتك خاصك تعطيها الناس اللي كيشتغلوا معاك وشغل الناس لأنك إن واحد ستوديو اليوم قادر يعطيك تخدم غير بوحدك كاين هذي الإمكانية ولكن لا إلا بغيتي تدير عمل جاد وعمل اللي تبصم فيه تاريخيا رخصك تجيب ناس اللي كيزاولوا المهدى واللي يكونوا قادرين أنه يعزفوه يعزفوه بإتقان ومن يتجيبهم أعطيهم المستحقات ديالهم أنا أعطي كمية تال ميصر مثلا ميصر بلا مشاريع دعم بلا تايشي هذا يمنع المنع التام أنه يخرش شي عامل من ستوديو في واحد اللي كيزف ما عن طريقة ضروري فرقة موسيقية وإلا غدا تبدأ تلقارد واحد المجموعة ديال الآلات فإحنا دب هذا مشروع ديال وزارة تقافة ويعني التقافة عندها واحد الحصانة اللي تقدرت تأدب الإنسان اللي بدك يتلعبه كاولاوكا فإذا لا نتلعب بالموسيقين اللي تم بحاجة لهد المبالغ واللي خصوصا فضل لهد الجائحة هذي أعطيه الناس حقوقهم للأسف ما استفتش هد هد السنة هذي مع أنني بنيت آمال على هد دعم كنتم ما كتعرفوا إحنا كان عيشوا هد الجائحة هذي يعني تقريبا سبعة شهور إحنا بدون عمل بدون عمل وكعرفتي إحنا كان خدموا بالليل في الكاباري وفي الريستوران يعني تقطع علينا كل شيء وكت شاركت مؤخرا دخلت بأغنية مع الأستاذ حسال قدميري ودويته مع الفنان رشيد سوالمي وبنيت آمال بنيت آمال كبيرة على هد الدعم للأسف هذا العام هذا يعني ما كنتش المازال السيني اللي فاتت كنت شاركت في الدعم ولكن ما كنتش ما كنتش معولة لأنني كنت خدامة ولكن هذا العام هذا بالضبط لأنني كنت معولة بأنني عن ناقود ومش أن نقول لك يعني احنا كان عيشوا ضغروف ربي اللي عالم بينا وكان عانيه في صمت مش أن نقول لك الشيلي كين كان طلب من الناس المسؤولين يشوفوا منحاننا ويقدروا الظروفنا رحنا كنا كان عانيه واللي بغيت نقول أخوتي الموسيقيين والفنانة الغلط اللي درنا وهو خدينا هذه المهنة خدينا الفن كمهنة ما خديناش يعني كهواية الإنسان ما يعولش على الفن ككل بالنسبة الموسيقي ولا المطرب ولا كيف ما كان ما يعولش على الفن نهائيا هي ندمت من حاجة وما ندمت من حاجة لأن هدي هواية هواية يعني الإنسان إلا ما غناش ولا الفن رك عرفتي كله أحاسيس إلا ما غناش ولا هدا كي يحسب راسو شي حاجة ناقصة ولكن الغلطة اللي درنا وهي خديناه كمهنة هدي الغلطة اللي درنا